هنا سيد العميد توفيق ديدي حماس حماس بعد 7 أكتوبر حماس التي تفرض شروطها في المفاوضات حماس التي اليوم تعد رقم صعب جدا عسكريا ردوا بالكم أكثر منه سياسيا هي رقم صعب عسكريا والمقاومة حماس يختاروا لها وين تحطوا المكتب السياسي متاحها أم هي زادة عندها الموازنات متاحها واختياراتها وهي من تختار الدولة اللي ممكن تمشي لها حسب ما ستقدمه هذه الدولة والتحالفات اللي وراء الدولة هذية فما حسابات زادة تحسبهم حماس ما نقعدوش وقلو من البلد الذي سيستقبل حماس فما موازنا لهناه كذلك حماس من البلد الذي ستقبل بأنه يكون المركز متاحها فيه أولا نساق بكل شيء بالنسب والأمور اليوم ما عاش نتكلم عن حماس اليوم نتكلم عن المقاومة الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية ليست حماس رأي عندها عديد الأوجة وعديد الفصائل وكلها متجهة وكلها متحدة اليوم لأول مرة منذ عشرات سنين تتحدى المقاومة الفلسطينية في غزة وفي الضفة في سبيل هدف واحد وزيد مع هذية التحدث اليوم مع بقية فصائل محمر المقاومة إذن العملية كبرت حماس ما هي إلا الوجه السياسي الظاهر يعني يقول بفرنساوية لكن في الحقيقة راه العملية متشعبة أكثر من هكا وحماس فقط هي الصوت البارز الظاهر لنا أنه معناها تمثل المقاومة الفلسطينية لكن في الحقيقة ديما أنا نرجع للكلام يلولني بكل رأي اللي تشوفوا فيه في قطر وحدا وفهمة برشة الناس مثلا يحكيوا على فتح يقول لك قيادة فتح ماش موجودة في المعادلة راه لأنه يزمن نفهم هذا أنه فتح اليوم نوعا ما خلينا نقول وقعت الجينو ها ورأوا فتح الحالية قيادتها الأصليين موجودين في السجون ولا يمكن الحديث على فتح كمقاومة معارضة للكيان مياه بالمياه إلا بعد خروج قيادتها من السجون هذي في إطار توضيح لكل من يتساعد خلينا نقول لها مرة واحدة راهوا القيادة الحقيقية للمقاومة الفلسطينية موجودة في غزة اللي راهوا فيه كما تقول أنت الرئيس الشرفي اللي هو يبلغوه على خاطر من يقود العمليات عسكريا وسياسيا هما القيادة الفعلية التي تقارع وتقاوم الاحتلال الصيوني سواء في غزة سواء في الضف هكو ولا إذن التراو فيه راهوا هذيك الرؤسية الشرفيين صحيح عندهم كلمتهم عندهم مقوفهم لكن الحقيقة من يقرر هو يعني القيادة الحقيقية لقيادات الفصائل المختلفة الموجودة على رأس يوميس نوار ورئيس الأركان محمد الضيف هذوما هما اللاعبين الحقيقيين في المعادلة إذن أصحاب القرار هما مثلا نعطيك مثال اللي حتى لو حماس القيادة الشرفية هذه تقبل السنوار لن يقبل هو دخول قوات عربية يعني للمراقبة من غير الدول اللي سندت القضية الفلسطينية يعني كل الدول العربية اللي بسندتش ممنوعة جي قواتها بشمريك القيمة بتاع القيادة ومن يضعه اليوم الصقف اللي حكيت عليه هما القيادة الحقيقية إذن أنا أنظر الأمور كأني أمور شرفية فقط معناها بطبيعة حالي أنه يزمن وجه سياسي لكل حركة في العرب لابد وقت لا كان بورجيما يقاوم كان هو الوجه السياسي لنسيج مقاومة كامل في تونس معناها من الجنوب للشمال للساحل اللي في كل مكان لكن هو كان الوجه ظهر وكان يتكلم بس المقاومة هذه كانت موجودة أذاك عليش اليوم هو والتاريخ عطاهم حقهم معناها نتكلم على على لسود وعلى دغباجي وعلى الناس اللي قادت فعلا الحركة إذن أنا راههم الحقيقة راهي في غزة وأنا المرة هذه قاري درسه ولن يتزحزحا ولو يبادوا عن أخيرهم هذا الشعب صامت دفع ثمن غالي ومش بش نجيو اليوم وقت لا صاياه معنا الأمور وصلت إلى يعني نهاية المطاف بش نجيو نترخاو ولا نخسروا سياسيين كما خسرنا نقبل وراه ونقول قادشت مرة قلت رابش الآن بش يجيو حاول يسرقوه يحاول يسرقوه يحاول يسرقوه الانتصار هاوك بداوة بالاقتتال في اليمن بين الأخوة ريت حذرنا منه ولا سماح ماتوا أربع ضباط من الجيش اليمني قتلهم أخوان بش تفهموا العملية خبث وال يعني هال هالكيان السرطاني الملعون اللي راههم ما يتقن كان لغة الاغتيالات والنميمة والدسائس والغدر بيش بالسذاجة امتاع بعض الأنظمة والحكومات العربية اللي توا ما فهمتش العملية شنية بالضبط رغم التحذيرنا ورغم اللي قلتكم راهوا بش يلعبوكم مع السنة الشيعة وبش يحطوا القيادة العراقية في حرج وقلنا لكم راهوا راهوا من عام 88 قالوا سنلعب على نقطة ضعفكم نقطة ضعفكم اللي فيها هنتم مقسمين أصلا راهكم دين لكن مقسمين وتكر بعضكم متحبوش بعضكم ولعبونا غديكة وقسمونا وهلكونا وش كون يحكم في سوء يعني يا أخي إلى متى هالسذاجة علش النهار كل نعيت على الخبراء والحقيقيين اللي بيفهموا الشعوب حقيقة ما يدور لأنه هذاك اللي يخوف من الصهاينة يقول لك مدامهم راقدين خلنا لعبوا بيهم مدامهم سذش خلينا خلهم يبلعوا الطعم ردوا بالكم مرة أخرى نقولها راهوا راهوا ضمى ناس لا يتقينون إلا هاتي اللي عب الناس يلعبوا بالمال وبالمال وضغط السياسي يعملوا ليحب واضح موعز عندك تعليق أي بالنسبة للظفة الغربية نحكيه على حركة فتح جمعتين لتالي قلت حماس سوف تسارع بعيادة أحياء منظمة تحرير الفلسطينية بالمفاوضات اللي بش تضم عديد الكفاءات عديد القيادات الفتحية الفتحوية واذا يروا حاجة بش تصير واذا كانوا بخايفينهم متنسيش شوني قداع المقاومة في الظفة الغربية هي عمليات التنسيق الأمني اللي موجودة ما بين الحكومة والاستخبارات الفلسطينية مع الكينسيون وعليش معنا في غزة ما نجموش يتحكم مفاقة قاعدة المقاومة قايمة أما بالنسبة للظفة حاجة أخرى اللي دمر المقاومة هو التنسيق الأمني نرجو حنا شوي على الحروب والتركي التركي أولين من السيوش اللي هي عضو في اللوتان الحلف الأطلسي هذي الحاجة من السيوش اللي توا اللي الصراعات فما زو صراعات كبيرة قايمة توا اللي هي حرب غزة وحرب أوكرانيا ومن السيوش اللي توا فما عديد الدول منها صين وروسيا كل شيء القوى اللي هي فرصة لإعادة التوزيع الجيوسياسي في العالم شفناهم اللي خدموا على الاقتصاد بخلق البريكس شفناهم بدعم يحبوا يخلقوا قوة كبيرة قبل نعرف وحنا قبل نعرف كان فما حلف عدم للحياز وحلف فرصوفيا وحلف الأطلسي هكي ولا ليه توا قاعدين نحن شوفوا في إعادة تصوير الانقسامات هذية أما بش تكون مش عسكرية برك بش تكون عسكرية واقتصادية ولهناء المستهدف هو النموذج اللي كان القايم على العالم إلى هذا اليوم اللي هو تقود فيه أمريكا والدول الغربية لنرى وفما الصراع يتجاوز المعارك على الميدان الصراع ولا في إعادة سياغة خريطة جديدة للعالم نقطة بركة نرجع لك فيها سيد العميد والنمر لأنه بحسب المصادر فالجهود التركية ستركز على وقفة لقنار مساندة حماس مع دعم تحولها لحزب سياسي بحال قيام دولة فلسطينية والمصادر كذلك تحدثت عن إعلان سيكون هناك إعلان عن موافقة حماس على نزع سلاحة مقابل إقامة دولة فلسطينية على حدود سبعة وستين شفت الدهاء نتع سنوار أه سبقه قال نعم قال أنا مستعد لي أن أصبح حزبا سياسيا ونلوح سلاح في حال صار هذا الكل شفت الذكاء والدهاء يعني قبل الحجة تاع الصهاينة أنه هذا يحب يقضي على إسرائيل ومش سياسي وبعدها إرهابي هاوى لعب لهم اللعبة وقال لهم أنا سيدي أنا مستعد لو تحققت هذه الشروط وأصبحت يعني فلسطين دولة مستقلة أن أصبح حزبا سياسيا مدنيا غير مسلح يعني هناك بد من تحت ملبيصات شونش معنى الدهاء السياسي تعرف اللعبة تعرف شنيها سماح مش خليني والله يقول لها نسيتها الفكرة سي موسي عباس كان يؤمن بالأمريكي ويؤمن ب يعني أنه الأمريكان هو الضامن أنا كان جيد كيفه يا عباس كانت سمعني ولا وصلوك صوتي أنا في بقتك بعد الفيتو الأمريكاني على الدولة فلسطينية ومكانها في الممتحدة أنا في مكانك أستقيل لأنه كان يعني ردا قاطعا من أمريكا لك ولي مركزك ولي قيادتك ولكن موقع الدبلوماسية هي الحل وهي أني مشو على طرق دبلوماسية ودبلوماسية فيها متحدد السادة المستمعين كلها ماسي معو فينا أكثر من 2500 متحددكم تعرفوا رئيس سويسرا شكور مش تعرفوا لعنة الكرسي اللي قضط علينا من 3000 عام لعنة الكرسي متحددكم تعرفوا شكور رئيس سويسرا هاي دولة لولة في البي بي في العالم ولا يستاد سيتولوا في الحالي لكن لكن أسعد دولة وأقوى دولة وأكثر دولة متطورة وأكثر الدولة اقتصادين متطورة وعليش شكون يعرفها رئيسها حتى حتى علش هذيك الديمقراطية اللي حكي عليها ولعنة الكرسي انت عسي عباس هدايا هاي اللي يتبع فينا اليوم وقضات علينا علش أنا علش أنا علش أنا رافض هال هالمركز هالخط الرئيس ما عندوش قيمة سمحني برابي لا 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 سبعة موش واحد هما سبعة عليك المصيبة الديمقراطية حق ريت عليش احنا توسي عباس رغم اللي صار الكل ورغم عمره اللي شارفها التسعين ورغم الصفعة اللي خلاها من الامريكان الراي صفعة اللي خداها عباس صفعة مباشرة في وجهه من الامريكان ومزال ما شبث بالكرسي ومزال ما تكلمش وما ردش حتى الفعل نس كل ردت الفعل الفصائل الكل فصائل المقاومة ومحور المقاومة ردوا الفعل على الفيتو الامريكاني اللي هو فيتو الخسيس لأنه لا فيه هو فقط رمز ورغم هذا رفضوا حتى الرمز الامريكان اذا انا اقول لك مرة اخرى يا عباس سيب الكرسي سيب الكرسي رأوا اليوم قضيت على القضية الفلسطينية بالله يخلي ما تبقى المنعوه وما تبقى نعلاقل نربحوا المقاومة اللي عم ندت والضحايا والدم اللي صار لنا الكل شرعية معاتش عنده شرعية